فقاتل النفس الذي يخل الذي يستحق النار قاتل نفسه الذي يستحق النار يبقى طويلا في النار بهذه النصوص الشرعية المسألة الثالثة ما يتعلق بقاتل نفسه بأي نوع من أنواع القتل وأنه لا يلزم أن يكون قاتل نفسه بشيء معين فكل من قتل نفسه بأي نوع من أنواع القتل فأنه يستحق هذه العقوبة يستحق هذه العقوبة الأمر الآخر أن جزاء قاتل نفسه من جنس عمله ومن جنس ويعذب بجنس الأداء أو من جنس الأداء التي قتل بها نفسه ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من تردى من جبل يعني رمى نفسه من شاهق قصدا يريد القتل يريد أن يقتل نفسه مثل الذي يصعد على جبل أو بناية أو برج مثلا أو شيء مرتفع ثم يرمي نفسه هذا يعذف النار من جنس ما قتل به نفسه وهو أنه في جهنم يتردى في جبال جهنم وهذا يدلنا على أن جهنم أيضا فيها جبال أعاذنا الله وإياكم من النار فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا يعني يتردى من شاهق ويسقط في داخل جهنم نسأل الله العافية والسلام النوع الثاني من تحس سما اللي يقتل نفسه بالسم معروف السم ومن هذا قتل النفس بتناول بعض الأقراص مثلا أو الأدوية بشكل زائد يعني بعض الناس يعلم بأنه إذا تناول هذا قتل نفسه فيأخذ أقراص معينة أو أدوية تتسبب بمثلا بأزمة قلبية بفشل كلوي سريع بتدمير الخلايا فهذا يعني ليس بالضرورة أن يكون من سم هذا أيضا من السم هذا من السم ومن الناس من يقتل نفسه بالمخدرات فيتناول يأخذ عقاقير مثلا مخدرة يتعمد لقتل نفسه والعياذ بالله فيأخذ جرع زائد مثلا بقصد تخليص نفسه بقصد قتل نفسه فإنه يتحساه في نار جهنم تعذيبا نسأل الله العافية والسلامة ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها عبد يعني من قتل نفسه بحديدة بسيف برمح بسكين بخنجر بأي شيء يعذب بها في النار نسأل الله العافية والسلامة الذي يخنق نفسه يخنق نفسه بيده مثلا يشنق نفسه بحبل يخنق نفسه بكتم أنفاس مثلا أو يطلق على نفسه غاز مثلا معين حتى يقتل نفسه خنقا هذا والعياذ بالله يعذب بهذا الأسلوب بهذه الطريقة في نار جهنم والذي يطعن نفسه طبعا بأي نوع من أنواع الطعن قال والذي يقتحم يقتحم في النار بمعنى أنه يتعمد أن يدخل في شيء مهلك يتقحم هذا الشيء مهلك فإذا تعمد ذلك فهو في النار يتقحمها نسأل الله العافية والسلامة